السلام عليكم وحبيكم معايا فيديو جديد اليوم سوف نشارك معكم بريوات بها طريقة مختلفة جدا نتمنى تبع معايا الفيديو طريقة التحضير سوف نصيب بريوات بدون كور لا نكور الكورات المدة سوف نكون نكور الكورات طريقة جدا مبسطة وسهلة سريعة جدا نتمنى تبقى معايا الفيديو اشتركوا في القناة من طبيعة الحال سوف ندازل طريقة التحضير اول شيء سوف نحتاج 600 جرام الكوكا والفول السودانية اخذته بالقشرة دهنته بالزيت في الفران يكون سخول من قبل تتحمل و تتقل مهيلة يتقلي هنا في الفران يتحمل سوف نتحن 200 جرام سوف نتحن 250 جرام سوف نتحن هذا الخليط بحال البرانيني او الاملو سوف نضيف حبات المسكاء الحرة سوف نتحن الخليط سوف نتحن سوف نتحن و تتحن بحالة املو كما ترون معي في الصور سوف نتحن نتحن بحالة الكوكا سوف نتحن الكيميا كاملة بحالة 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 يتحن معلقة صغيرة عمرة و مغربة نضيف 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 المزهر المزهر نضيف نضيف مزهر و نضيف مزهر نضيف معلقة جاري هذا المربى يأتي حلويات رائع و اجتبع خليط و اعطف مزهر نحصل على قوام طريق وفي نفس الوقت مرخوف بالنسبة لتكورهم تزيد مزهر و تكور باش تشوف القوام الهدف في هذه الوصفة نحصل على برايوات يكونوا معلقين من الداخل ما يجوش ناشفين وهالطريقة اللي ندير معكم ستعطيكم نتيجة رائعة ستعطيكم معلقين و في نفس الوقت الطريقة اللي نخدمه بها تسهل علينا الخدمة و نخدمه بصور عدية و نكمله و نقسمهم سهل علينا الخدمة بالنسبة لتكور في هذا القوام نزيد مزهر نزيد مزهر و نزيد مزهر و نحصل على خالط طريقة اللي نصف لكم بحال كريمة اللي غادي نقدر نخرجه في البوش غادي تشوفه معايا سوف يكون هنا مزهر نكمله كامل و نحصل علي القوام و تكون للكتكورة كما تشوف معايا هنا سوف يحصل علي القوام اللي بغيت اضافة الكث كامل ترى الخليط و تصور معي نتجة برواتس معلقين نأخذ بوش و نقوم بوش 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 سهلة و عمليا نقوم بوش في نفس الوقت برواتس معلقين نرى الخالط و معلق و معلقين برواتس معلقين و صغار و سيحصل بوش بوش سنغطي خليط الورقة نضيف الورقة ونقوم بقيت الورقة نضيف الورقة سوف نحاول قدهم قدهم بحال ثم نتنجهم على جوج ثم نتنجهم على ثلاثة ثم نتنجهم على أربعة بطريقة واضحة نقص نقطع شريطة ثم نشرب كوني يوجد رائعة ثم نقص أكثر ثم نقص ثم نقص نقص ثم نقص ثم نقص من المزد اضحة من المزد تضع ثم نقص اضع جوج المعالقة الزبداء والوازيت مع الكوكا مع العقدة الكوكا لن ننسى الزبداء وازيت نقطعه من الراس نلويها طريقة طريقة عملية نصور ورقة نصور نضغط نقوم بخلص ونضغط ونضغط تضغط ونضغط ونضغط ودعوا ونضغط نضغط نقوم بخلص كمية كمية نضغط الراس ندهن بالدقيق اللي خلطوه مع الما ما كان دروش لبيض باش ما يدرش للكشكوشة في الزيت صفي بها الطريقة هادي كان كملتا نكمل الكمية الكاملة اللي عندي كان ناخد لأشريطة كان نسرحو كان ندهنو بالزبدة من البعد كان ناخد ذاك البوش كان عصر منه شوية بهالطريقة عليك تشوفوا معي راك يخرج بسهولة وكيخرج معلك يخرج معلك رائع جدا صفي وكان رولي راك طريقة سهلة جدا كن كان بنكوش كيعرفة الويل بروات صفي فراس هنا كان دهنهم شوية ديال الطريق صفي وكان نسد ملي كان نكملهم كاملين كان نخليهم يباتوا ليلة كاملة هم معارين باش نشوء مزيان باش ما يتلقوش لناديك الزيت ديال الكوكب كان خليوهم يباتوا ليلة كاملة هادي كان نقليوهم صفي هنا يا ملي خليتهم انا باتوا ليلة كاملة هنا ما يدرت الزيت يسخن تسخن مزيان هادي كان ندير البروات ديالي بنت البالي بغت تحتاف البيون في المجميد رغت تحتاف البيون في المجميد هكا كانت دخلهم هكا باقي خضرين المجميد في شبواتة ولي كيملي غتقليهم تقليهم في الزيت باردة ما تقليهم شو زيت سخونة باش ما تطرقش عليها اولا نعافية وفي فصل الوقت باش يتابو على خطرهم واجهوا محمرين والورقات جي مكرملا هنا كان نحمر المقلة ديالي وديما كان نحرك البروات كان نحرك وكان نحركوا باش يجيونا وكلهم محمرين هو ياخدوا واحد لون ذهبي ما يتحمروا شغير في الوسط والجناب يبقى خضرين ديما كان نحركوا كان نحركوا تكيبانون لنا تحمروا كاملين مرة مرة كان نحرك باليد ديال المقلة مرة كان نحرك هكا بفرشيطة كان نتأكد انهم تحمروا لي كاملين سوف يملك يتحمروا كان ناخدهم مباشرة كان نطفيهم في العسل العسل رهندي في القائناة على جوج المرات سوف يملك طابق وخطيتهم اشتلون ديالهم طفيتهم مباشرة في العسل اللي كي يكون هنا وجدتوا من قبل وخليتوا التعبير بطبيعة الحال سوف يكون مباشرة سخون سوف يكون نحفي البروات وستمر بها طريقة كمية كاملة كمية كبيرة سوف أتخذوا لكم كمية كبيرة سوف أتخذوا لكم كمية كبيرة سوف أغطيهم ونجعلهم ليلة كاملة في العسل ليلة كاملة سوف يغطيهم ليلة كاملة لكي يشربون لي العسل سوف يغطيهم في الصباح فش فقط سوف نحيي لهم العسل سوف يبرد عليهم العسل تماما لانهم يكونوا وتسخن سوف تضيفهم على ذلك العسل لكي يبدي العسل جاري أجلهم بساعة لن يشد عليهم العسل نلسق عليهم وشربوا العسل سوف نأخذهم في شبكة بشبكة ونزينهم بصحة ورحة ونزينهم بجنجلان اللوز سوف نزينهم بكاوكا ونزينهم بكاوكا ونزينهم بكاوكا ونزينهم بكاوكا ونضعهم في طبق قديم ونزينهم بصحة وراحة ونزينهم بصحة وراحة لا تنسوا من التعامل القناة لايك والبرتاج للفيديو من طبيعة الحال هذه هي البريوات من بعد مسلتهم يجبون حمرين ورائعين جدا ونزينهم بطريقة التي شاركت معكم اليوم ورمضان مبارك سعيد والله يدخل عليكم بصحة والسلام وبشمت بنتين ان شاء الله يلا خلصكم على خير الفيديو القادم بإذن الله ليست ركز ترجمة نانسي قنقر